إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أما بعد نقف مع سورةٍ عظيمةٍ من صور القرآن وهي صورةٌ تلخِّص ما يحصل للناس وما سيستقبل الناس يوم القيامة وهي من صور قصار المفصل يقول الله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشةٍ راضية وأما من خفَّت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نارٌ حامية هذه الآية الأولى من هذه الصورة آيةٌ لها معنى عظيم وهي قوله سبحانه وتعالى القارعة وهو من أسماء يوم القيامة كالصاخة والطامة والواقعة ويوم التلاق ويوم التناد ويوم الحسر وكثرة أسماء الشيء تدل على عظمته قال العلماء وسمي يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع أي تفزع القلوب والأسماع وذلك أنه إذا قربت الساعة تغيرت أحوال الدنيا واختلفت الموازين الدنيوية والحياء فعند ذلك يفزع الناس بل يفزع الجن والإنس ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم روى البغوي رحمه الله عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم قال فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على سطح الأرض فاتطربت وارتجت وفزع الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن فذلك قوله تبارك وتعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حُشرت لأنه بتتغير الأحوال حتى أن المال الذي يقيمه أهله والذي يحبونه فإنهم ينسونه ويذهلون عنه فإن العشارة هي الإبل التي وصلت عشرة أشهر في الحمل فيهملونها ويتركونها لأن الخلق دهمهم من الهول من الهول زلزالها حُرِّكت واتطربت وماجت حتى جاء في حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيح أن الأرض تقيء يعني تخرج أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت ويجيء السارق فيقول في هذا يعني الذهب والفضة في هذا قطعت يدي قال ثم يتركونه فلا يأخذون منه شيئا شكد ربنا قال يوم ترجف الراجف ودي أخوانا هذه هي نفخة الفزع تتبعها الرادفة النفخة التانية فيموت كل حي على وجه الأرض وبينهما كما قال العلماء أربعون عاما يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وتذهب هذه الجبال وتتناثر النجوم ويذهب ضوء الشمس وتغير وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار شكد ربنا عز وجل قال ما القارعة هذا استفهام وهو للتهويل والتعظيم ثم كرَّر ذلك فقال وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يعني دي أخوانا ربنا عز وجل قال وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ في انتشارهم وتفرُّقهم واضطرابهم لا يدرون إلى أي وجهة يسيرون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش الذي تناثر وذهب وقيل هو الصوف المصبوغ وهو أضعف ما يكون فإذا جاءت الريح حملته وقالوا تمر الجبال بمراحل أنها تدك ثم تنسف ثم تكون كالعهن ثم تذهب وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قال العلامة بن عثيمين رحمه الله ثقلت موازينه قسم الله الخلق إلى قسمين القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته وذي أخوانا فوق إن الإنسان لابد أن يغتنم الأوقات فإن الأوقات إنما هي خزاء توضع فيها الأعمال صالحة أو طالحة ثم تفتح للعبد يوم القيامة فيلقى بها الله تبارك وتعالى إن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية والعيشة كما قال العلامة بن عثيمين وصفٌ للهيئة يعني أنت مما تشوف الزل بتعرف في هيئته فهو في عيشةٍ راضية أي مرضية وذلك بما هو فيه من النعيم وشراب النعيم وأكل النعيم وملبس النعيم ونوم النعيم وزوجة النعيم وعبادة الرب الكريم سبحانه وتعالى فهو في عيشة في هيئةٍ حسنة وعيشةٍ يرضاها ويحمد الله تبارك وتعالى عليها وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أمه قال الشيخ بن عثيمين يعني مقصده سوف يقصد الهاوية يعني الجحيم وهذا اسمٌ من أسماء النار والعياذ بالله وقيل أمه مقدم رأسه فإنه يدخل النار بمقدم رأسه قال ابن جرير الطبر رحمه الله وسمي وسميت النار أو سمي هذا الرجل بأن أمه هاوية قال لأنها مأواه الذي لا مأوا له سواه فأمه هاوية ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال ابن كثير كالحون إذا لفحته النار فإن شفته العليا تصل إلى وسط رأسه وشفته السفلى تقع إلى صرته فذلك قوله تعالى وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا دارني استدل بالقدر ولا دليل لهم في ذلك ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم الدنيا كلها بتساوي كم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولذلك عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لك في هذه الآيات استعد لهذا اليوم العظيم واعلم أنه لا مكان ثالث إما أن تكون من السعداء وإما أن تكون من الأشقياء إما أن تكون من المنعمين وإما أن تكون والعياذ بالله من المعذبين إما أن تكون من أصحاب اليمين وإما أن تكون من أصحاب الجحيم فأعمل يا عبد الله واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وأعظم ما يثقل لك في موازينك يوم القيامة هو التوحيد لا يغرنك ولا يخدعنك كثير من علماء السوء الذين فتحت لهم المنابر وفتحت لهم الإذاعات الذين يضللون المسلمين ويهونون لهم أمر الشرك بل ويقدحون لهم في التوحيد فأول وأعظم وأثقل ما في الميزان هو التوحيد شكد الدار ثق الميزان يوم القيامة فعليه أن يصحح العقيدة وعليه أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة إذا دع الله وإذا استغاث استغاث بالله وإذا لجأ لجأ إلى الله وإذا تعلق تعلق بالله وإذا توكل توكل على الله وكفر بما يُعبد من دون الله واعتقد أن الأولياء والأنبياء والرسل وغيرهم لا يستحقون العبادة مع الله وأنهم جميعا عباد مخلوقون محتاجون إلى الله وأنهم يلجأون إلى الله وأن الله ابتلاهم بالأوجاع والأمراض والفقر والأعداء فلجأوا إلى الله فلجأ إلى الله الذي لجأ إليه هؤلاء الصالحون والأنبياء والمرسلون تفز وتفلح وأما إن لقيت ربك بعقيدة في مخلوق تدعوه وترجوه أو تفزع إليه أو تطلب منهما لا يُطلب إلا من الله فإنه لا ميزان لك ولا وزن لك قال الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني عمال به بتمشي ساكت ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واعلم أن في يوم القيامة لينفعك مال ولا ولد ولا والد ولا طريق ولا شيخ ولا فلان وإنما تنفعك رحمة الله سبحانه وتعالى ثم أعمالك الصالحة التي لقيت بها الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يثقل موازيننا وأن يوفقنا للصالحات وأن يجنبنا المنكرات وأن يحفظنا في أهلنا ومالنا وفي ديننا وفي دنيانا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله اشتركوا في القناة